يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الهرولة هناك اختلاف في صفة الهرولة بين العلماء من أهل السنة هناك من يثبتها كصفة ذاتية وهناك من يثبتها كصفة فعلية من باب المقابلة وأنا أعكف يا فضيلة الشيخ على بحث هذه المسألة وقد حيرتني فما هو قول فضيلتكم فيها يخسره قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن سألني لا أعطينا ولا إن استعاذني لا أعيدنا معنى أن الله يسارع في قضاء حاجته وإجابة دعائه يسارع سبحانه وتعالى في ذلك ويسدده في أعماله وحركاته وسكناته فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يبصر وينظر إلا فيما أباح الله وفيه مصلحة له يسدد في بصره ويسدد في سمعه ويسدد في مشيه لا يذهب إلى المعاصي ومحلات الفجور وإنما يذهب إلى المساجد والعبادة معنى أن الله يسدده نعم أقول فضينة الشيخ في آخر الحديث يفسر أوله كما قال الشيخ الإسلام من تيمية نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر